قال الله تعالى وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ هذا استفهام يراد منه التفخيم والتهويل والتعظيم لهذه الليلة وعندما يعظم الرب عز وجل العظيم والذي لا أعظم منه يعظم هذه الليلة بهذا الإسلوم هذا يدل على عظيم شأنها رب العالمين يقول وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ كما قال أقارعة ما القارعة وَمَا أَدْرَكَ مَا القارعة هذا استفهام للتفخيم والتهويل ثم قال عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر أي أن العمل الصالح في ليلة القدر ليس مساويا بل خير خير من عمل الصالح في ألف شهر ألف شهر تعادل كم سنة ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر سبحان الله عمل في سويعات خير من العمل في ثلاثة وثمانين سنة وأربعة أشهر ترجمة نانسي قنقر